ما الذي يريد ناتنياهو تحقيقه من اشتياح غزة؟ هل يحارب من أجل إسرائيل؟ أم للنجاة بنفسه من الغضب الشعبي والانتقادات التي تلاحقه؟ أسئلة كثيرة طرحتها الصحف الإسرائيلية والغربية مع استعدادات الجيش للاشتياح البري لغزة بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية فإن استخدام إسرائيل للقوة الغاشمة التي قتلت آلاف الأطفال والرجال والنساء في قطاع غزة يظهر عدم وجود أهداف حربية واضحة أو استراتيجية خروج محددة وهذا ما قد يجعل ناتنياهو يرتكب أخطاء فادحة بحسب تعبير الصحيفة البريطانية بدورها تقول صحيفة هارتس الإسرائيلية إن ناتنياهو يفكر في كيفية الخروج أو التنصل من مسئولية فشل التنبؤ بهجوم حركة حماس عبر محاولته إلقاء المسئولية على الجيش لذا فإن ناتنياهو يريد انتصاراً في غزة حتى ولو كان الثمن أرواح الأسرى لدى حماس وهو ما يرصد من موجات الغضب الكبيرة في إسرائيل التي أجبرت الحكومة على تغيير خططها بخصوص التعامل مع قضية الأسرى والاشتياح البري كما تقول صحيفة الإيكونوميست فتلك الوقفات الاحتجاجية وظهور أهالي الأسرى على وسائل الإعلام المحلية الإسرائيلية حولت قضية الأسرى لقضية إنسانية بدلاً من كونها سياسية بين الأوساط الإسرائيلية خاصةً أن أغلب سكان المستوطنات التي تعرضت لهجوم حماس يساريون ومن المرجح أن ينشطوا في الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو والشارع الإسرائيلي الآن كما تقول الإيكونوميست يشعر أن نتنياهو وحكومته تخلوا عنهم في السابع من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر شكرا